بسم الله الرحمن الرحيم أنثنا الله تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عن العرش يدذر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقفق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يقصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مقواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجانهم بالخير لقضي إليهم أدنهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى غرر مسه كذلك زجنا للمسلفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجث القوم المجرمين ثم اجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي قل ما يكون لي أن أبدله من فلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلج إني أخاف إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم به فقد لمست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشدفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد غراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البلد والبحر حتى إذا كنتم في الفلت وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ليح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكلين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغلكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخبت الأرض زخرفها زخرفها وابدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا لينا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغم بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراق مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق رجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم لله ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فذيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أثنفت وردوا إلى الله مولاهم الحق مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأبصار ومن يخرج الحي من المجت ويخرج المجت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظولان فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عنيم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يبيه وتخصيل الكتاب وتخصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأجهم تأليله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاطبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم للمفسرين وإن كذبوك فقلني عملي ولكم عملكم أنتم بليئون مما أعمل وأنا بليء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بالقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعوى الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي غرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا بوقوا عذاب الخلد هل تجسون هل تجسون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئون فأحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثروا الندامة لما رقه العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعب الله ألا إن وعب الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بقضن الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تكلوا منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان فبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توثلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلى الج ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأملت أن أكون من المسلمين فكلبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خنائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانون يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقضع على قلوب المتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا قالوا إن هذا لسكر مبين قال موسى هتقولون للحق لما جاءكم أتحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر العليم فلما جاء السحر فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جدتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كلمة المجرمون فما فما آمن لموسى إلا ذرية للقوم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسدفين وقال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربانا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأبوالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجيبت دعوتكما فاسبقيما وما تتبعان من تبينا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدرته الغلق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت لنا المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفت آية وإنك في رم من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بضأنا بني إسرائيل مبضأ صدق ورزقناهم من الطجبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك من ما أنسنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكون من الممتدين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يرض العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فشخنا عنهم عذاب الخفية في الحياة الدنيا عذاب الخفية في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا فَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَتَّى يَخُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شيء من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهة للدين حنيفا ولا تكون من المشدكين ولا تبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يغرك فإن فعلك فإنك إذا من الظالمين وإن يمتذك الله بضر فلا تاشف له إلا هو وإن يلدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتنا فإنما يهتدي لنفسه ومن يغل فإنما يضل عليها وما أم عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك وقفر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين